موسيقى السلام عليكم أعزائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بنامجكم العيادة نباتية النهاردة الحلقة هتقبى خاصة شوية هنتكلم عن الجراد والنططات والاقتصاد الزراعي مشكلة جدا لما بيحصل عندنا أسراب من الجراد بتقبى كارثة مش على مصر بس بتقبى كارثة على كل الدول المحيطة اللي بيجي منها الجراد عشان كده نازم نتكلم عنه وعن النططات ونشوف ازاي ممكن نمنع هذه الأسراب بقدر الإمكان بطرق زراعية بطرق دولية ايه يا الطرق؟ عشان كده هيكون معانا ضفنا اللي مشرفنا الأستاذ الدكتور جمال عبداللطيف أستاذ بمعهد بحوص وقاية النبات أهلا بحضرك يا دكتور أهلا يا دكتور الجراد ده مشكلة جدا والدولة يعني محدش بقدر يكافحه غير الدولة مصبوع والدولة دايما بتعمل إجراءات واتصالات مع كل الدول المحيطة على قدوم الجراد إنما دايما بنعرف إن فيه مبادئ للجراد الفردي اللي بيتحول بعد كده لجراد صحراوي هل ده لو كل واحد خد باله منه من المزارعين نقدر نكافح الجراد وما نحاولوش إلى جراد أسراب من الجراد أسراب مهاجرة تمام هي المشكلة بتاعت الجراد الصحراوي إن مناطق التكاثر بتاعته دايما بتكون في مناطق نعية تمام يعني ما هيش مناطق مزروعة وبيتتكاثر في مناطق بعيدة عن عينينا تماما محتاج طرق خاصة عشان توصل لها عربيات مجهزة عشان تقدر توصل للمناطق اللي بتكاثر فيها ما بتكاثرش في وص الزرع إلا بقى إذا حصل غزو ودخل المزروعات وكده وتبقى منه أفراد فحيبتدي تكاثر وده بيبقى تحت عينينا فما فيش منه مشكلة إنما اللي بيعمل المشكلة دايما اللي بتكاثر في مناطق بعيدة عننا تمام والجراد كمان ليه كذا موسم للتكاثر في السنة أول حاجة موسم بيسميه الموسم الصيفي وده الأهم والأخطر فيهم بالنسبة لنا احنا في مصر كمان يعني موسم التكاثر السيفي للجراد القريب مننا أو أقرب حاجة لنا ده بيكون في وسط السودان بيحصل التكاثر السيفي ده اتداء من شهر يوليا لغاية شهر أكتوبر بيكون المناطق اللي هو موجود فيها دي فيها أمطار كويسة جدا جدا مش مناطق مأهولة وفيها مزرعين وناس واغدين بالهم لا دي بتبقى مناطق بعيدة عن العمران بيتكاثر فيها براحته ويتجمع مع بعضه يعني كل ما منطقة تجف يبتدي يتجمعوا مع بعضهم ويمشوا مع بعضه ويتجمعوا ويتجمعوا لغاية لما يعملوا أعداد كبيرة جدا المنطقة دي على شهر أكتوبر تكون ابتدت تجف وما بقتش مناسبة جدا مناسبة لأي تكاثر تاني للجراد ما باش أكل يعني آه ما هو الأكل خلص الأمطار خلصت بقت جفة وأسراب الجراد بقت بالملايين فيبتدي الجراد يشوف الهوى المسيطر في الوقت دوات يشيلوا لمنطقة تانية يتجه بقى لمناطق التكاثر اللي احنا بنسميها الشتوية بعد الصيف ييجي مناطق التكاثر الشتوية دي بيكون من أول أكتوبر لغاية تقريبا نص مارس آه أماكنها فين عندنا في مصر في الجنوب حلايب وشلاتين وبرامض آه ساحل البحر الأحمر في السعودية الناحية التانية ساحل البحر الأحمر في السودان وأسيوبيا وإريتريا والصومال وعدن دي كل دي مناطق التكاثر الشتوية بعد ما يكون خلص على مناطق التكاثر الصيفي الهوى يشيله يروح للمناطق الجديدة دي آه بيكون حصل بقى المناطق دي فيها أمطار نزلت قبل ما الجراد ييجي آه الخضرة بتريت تظهر النباتات اللي موجودة والعشاب والحاجات دي كلها بتريت تظهر آه الجراد الأسراب تيجي تلاقي غزة تتغزة وتحط البيت بتاعها عشان تكمل دورة الحياة بتاعتها هيا دي بقى اللي بتعمل المشكلة إن هو بيجي لك من أنت عارف هو جاي لك منين بس بالزبط من أني حتة ما بيخشش من معبر مثلا ما بيخش لكش من بوابة لأ ده قدام منه مساحة كبيرة جدا جدا يعدي منها فأنت مش هتقدر تقف في المساحة دي كلها واتتابعه طبع دكتور هي فيه مشكلة يعني أنا تمام بفكر فيها عيميا هم قالوا إن ساعات الجراد هو أصلا معيشته فردية وخبارك مش عارف توافقني والمساحة ساعات بيبقى فيه جراد أخدر ده مش هو السرب فيه هرمون ما بيتفرس نتيجة حالة ما ما عرفش هل الفرمون اللفظ فرمون ده صحة والغلط حالك تصحح لنا بيحول الجراد فيه ظروف ما يحول الجراد من الحالة الفردية إلى حالة حالة السرب وبعد كده بيحصل هجرة هل ما فيش مواد معينة نقدر نرشها تمنع أو تحول بين إفراز هذا الهرمون ده إذا وجد هذا الهرمون يعني أنا بفترض تمام مظبوط أو أنت كلامك مظبوط يا دكتور خالد أن الجراد بيمر بحالتين وده اللي بيفرقوا عن النططات النططات ما عندهش الحكاية دي خالص ما بتحصلش معها إنما الجراد لما بيكون الأعداد بتاعته قليلة جدا 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 بيبقى في حالة اسمها انفرادية بيتصرف كأنه بالضبط نططات عادي ولا بيبقى ليه أي أهمية ولا بيعمل أي حاجة بس الحالة الانفرادية دي بمجرد ما الأعداد تزيد يعني مثلا الجراد بحالة انفرادية دلوقتي في منطق التكاثر ما والأمطار مناسبة والغزى موجود وكل حاجة موجودة وما فيش مرأب عليه الإنسة بتدي تحط البيت بتاحها وهي الأنسة بتحط حوالي 80 ل 90 بيضة وبتحط 3 أ4 كتل بيض مع كميات كبيرة يبتدي يديني أعداد كتيرة جدا تمام الأعداد دي كلها لما بتبتدي تتحرك مع بعض وتتلمس مع بعض بيحصل ان بيظهر فرمون احنا بنسميه فرمون التجمع بتاع الجراد السحرون الفرمون ده بيساعد الحشرات النهية تفضل قريبة من بعض وملتصقة مع بعض ده هو اللي بيدي الجراد القوة بتاعته يعني لو الحشرات التانية كل حشرة الوحدة هتلاقي الأعداء الحيوية تجي لها بسرعة تقدر تفترسها بسرعة انما الجراد طول ما هو مع بعضه بيبقى صعب على الأعداء الحيوية انها تتمارس الهواية بتاعتها وتفترسها يعني تخيل كده طائر حاوز يأكل فرد جراد لما ييجي يمد بوزه حياكل طائر ده لا هيبوس تلامس يعني لا حيبوس يلاقي فيه أكتر من واحد عملينه نط قدام منه انت عارف لما يبقى قدام منك أكل كتير ما انتش عارف تاخد أنه دي ولا دي ولا دي ففي الحالة دي بتدي فرصة للجراد ان هو يهرب الأفراد الصغيرة ان هي تهرب فالتجمع ده هو اللي بيدي القوة لأسراب الجراد وهو بيخليها أقوى في التعامل مع البيئة مع التجمع ده بيانتج نتيجة لإيه؟ ان هما الحشرات شايفة بعض بتتلامس مع بعض يبتدي يفرزوا الفرمون ده اللي بيخليهم الجمعين مع بعض يعني معنا فيلم دلوقتي يعني ناخد فكرة كده عن الجراد اهو فيلم يبتد يشتغل اهو ده هنا طبعا البيض فأس وطلع تقريبا يرقات ولا العزارة ولا لا دي الحريات الجراد تختار بتاعه ناقص اه دي حريات شوف ده طالع ازاي وبصوا وشوا الفين اه ربنا مثل يوم القيامة الناس البشر هتطلع من تحت الارض زي الجراد ما بيخرج من تحت الارض بالزبط اه شوف هما هتطلعوا بالمنظر ده بالزبط اه وشوا للسماء وطالع اه الغرض يعني مش بقى تمام ورا فين ده بقى الاسراب الجراد نفسها اه قبل ما اتطير هما دول قاعدين لسه ما طروش ليه لانه الجراد بيحب يتير كله مع بعضه فتلاقي كده مسترب يا دكتور لا ده لسه مسترب ده لسه مسترب اه ليه لانه في الباطرة اللي تصورت دي تصور في السودان سنة 2005 كان لسه في حريات حريك اللي مصوره اه ده تصويري انا الحريات اللي لنا اخدر دي عمر خامس لسه ما نضجتش فالحشرات اللي نضجت بتستنى عشان يبقوا اكتر واكتر عشان يطيروا مع بعض طب ما هنا المكافحة يا دكتور ما احنا ممكن سوقات مبيدات تقضي عليه مقبل يبعي له صارب مش كده قليل صح 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 بس احنا دول اللي احنا شفناهم ده فيه اماكن كتيرة جدا اه بالزر ما شفناهاش اه ده ده اللي تشاف تمام اه ماشية زيهم يعني انت حتلاقي فيه حش شايفها اللي في اخر الشاشة هناك دي اه هي دي اه حش هتلاقيها بتقلدهم وماشية زيهم مش بتطير ليه بقى صحيح ما هو ما هي القصة كلها انه هما بيبقوا مرتبطين مع بعض وماشيين مع بعض هو ده يبقى فيه حاجة حاجة كيميائية بتخليهم اما يطيروا او يمسوا مش كده تمام الطيران بيحصل انه هما محدش عارف السبب بتاعه لغاية الان بس فجأة بيلاقوا السرب راح طاير ساعة عشر الصبح يروح المجموعة كلها طارت والهوى يشيلها للمنطقة الجديدة فجأة اه ايه اللي عمل التريجر للكلام ده محدش يعرف لغاية الان اصارة تمام محدش يعرف لغاية دلوقتي يا دكتور اه انه هما مشيين فجأة بقى يطيروا لا الحشرات بقى حشرات كاملة اه مرة واحدة طرد دي على فكرة الحريات اللي كانت لسه طالعة من الفقس اللي احنا شفناها اللون هاخدر اه هي دي العاملة اه لونها سود ومشي مع بعض شوف المجموعات مع بعض ازاي دي سود دي ما كبرت شوية اه هي لما بتطلع من الفقس بلونه اخدر اه بتسود كده وبعد كده اللون السود ده يبتدي يظهر فيه بقى عبيضة يبقى افتح شوية تحس ان اللون افتح شوية اللي احنا بنشوفه بقى الفول جرون ده تمام على ما يوصل للعمر الخامس زي ما احنا شفنا كده كان لونه أصفر لموني السرب هيتحول للحشرة الكاملة اللي هو اللونها احمر وتعمل السرب اللي احنا شفناهم على الشجر من شوية تمام هما دولة اللي هيعملوا السرب بعد كده بس انا شايفة دكتور يعني مش عارف يعني من خلفية العلمية مش اكتر ان فيه شيء كيماوي هذا الشيء كيماوي ده حارك بتقول ليس الغطرت من عرفوش تمام مش كده يبقى لازم دراسات كيميائية تحدد لنا ايه المادة اللي بتتفرز عشان تحول الجرات من الحالة الفردية للحالة السرب لحالة السرب وحالة الطيران بكد لو احنا عرفنا النقطة دي ده خلاص ده اول مكافحة هو الناس الناس عارفة ان فيه مادة كيميائية بس هما بالنسبة للعلماء اللي بتشتغل على البيبيوليشن ديناميك بتاع الجرات ها هزابزوا بالعداد هما بالنسبة لهم امتى العدد اللي يخلي الحشرات دي تتحول من انفراضي لتجمعي تمام هما كانوا حشرات انفراضية ومتفرقة تمام امتى تتحول لتجمعي امتى تتجمع الاول زي كده اختر العدد بتاعهم وهذا يؤدي الى انه هما واحدة واحدة يتحولوا من انفراضي الى تجمعي تاخد لها جيلين او ثلاثة ثلاثة اجيال على الاقل عشان يتحول لتجمعي التجمعي بعد بص لقيه ماشي زي ما انت حداتك شايف كده مع بعض كله مع بعض تمام هو ده التجمع بتاعه اللي بيديله القوة ان انت اولا تلاقيه قدام منك مساحات كبيرة مساحات كبيرة جدا ده بيغط الشمس اه هتشوف دلوقتي في الفيلم دوت في الاخر بتاعه هيبقى فيه سرب دي حريات ليسه صغيرة تمام كل ما تكبر تحس ان هما ايه بقوا اقل في العدد شوف المساحة كمان ماشية لغاية فيه كل ما بيكبر بيقل في العدد يعني بيبعدوا عن بعض شوية بيبعدوا عن بعضة يعملوا جروبات ايوا مش كده يعني كل جروب يمشي الواحدة ولايش طائده لا 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 كل جروب بتتجمع مع بعضها بس ما بيبقوش لازقين في بعض كده لأن الفرمون بيفرزوا الصغيرين أكتر من الكبار الكبار تبس لقيم بيبعدوا عن بعض شوية يفردوا شوية بس لسه مع بعض تمام يعني المجموعة دي ده السرب ده بعد ما كبروا بقى خلاص السرب وهو بيستعد للطيران بتاعه يعني ده لسه على الأرض الحشرات بقى إيه بتبتدي تستعد للطيران ترفرف في جناحتها الهواء يشيلها لغاية طبقات الجو الأعلى اللي فيها الرياح السيدة يبتدي الرياح تشيله وتمشي تمام المش مهم المادة الكيميائية إيه قد ما هو مهم إمتى العدد بيعمل إمتى العدد اللي يخلي يحول التجمعي لإنفراضي لتجمعي أنا فاكر حضرتك أنك تمعت بحضرتك من 3-4 سنين عشان نتناقش حوالين الجرارات دوت وقلتلي إن فيه خريطة وراتهاني قلتلي لأ ده فيه خريطة وفيه اتصالات بنا وحاجات كده أنا طمنيت طب لو فيه اتصالات طب أنا أقول له لا أنت عندك تجمعات ويصوره لك بالفيديو طب ما ترسش المادة الفلانية أو يعمل كذا ده صحيح ولازم يكون فيه أبحاث يعني أنا متخيل إن ناقص أبحاث كتير أوي عالمية على المستوى العالمي لأن الجرارات ده ما بيصيبش أوروبا تقريبا ولا برضو بيصيب أوروبا هو ما بيروحش إلى أوروبا بس أوروبا مهتمية جدا بوضع القرارات يعني هو في الأغلب ما بيروحش إلى أوروبا غير في حالات ندرة جدا 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 يبقى إحنا معنيين الدول العربية أو الدول الأفريقية معنية بالأبحاث الكيميائية المتعلقة بالجرارات مظبوط فأنا طبعا تنبؤات علمية مش أكتر إن أنا بتخيل فده لسه موصلناه اللي حصل إن فيه وقت من الأوقات كانت الأبحاث دي بالنسبة للعالم كله كانت مهمة الجرارات نتيجا هو بيحصل كل كم سنة يجيلك تسمع مشكلة الجرارات مش بيريوديكلي تمام مش كل سنة والأبحاث بتبقى دايما محتاجة تمويل فأنت وقت ما يكون الأسراب موجودة تبص تلاقي كل الناس عاوزة تدي لك فاند عشان تعمل أبحاث ما بتبقاش ملاحي تمام على ما تبتدي تطلب الفاند دور خلص الموضوع يكون الجرارات خلص تمام يقول لك إيه طب نشوف أصلي ما بقاش العملية مهمة أصلي مش عارف إيه هو الأهم دلوقتي إن إحنا نشوف المبيدات اللي بتأثر في الجرارات أكتر حاجة أنا شأت فيلم مرة في دولة أفريقية فقيرة أنا مش أتذكر اسمها الناس كان بتعايت لدرجة إنه دخل جوه البيوت وبقى مشكلة طب أنا فيه برضو فكرة ترى إيه في دماء أنا فيه بعض الدول العربية والدول الشرقية إسيوية بيحب أقول جرارات طب ليه ما الجرارات ده ما حنوك نلمه ونبيعه أو نصدره ليه ليه ما بيتم سعودية ما بتاكن جرارات الفكرة دي موجودة فعلا الفكرة موجودة بس وانت يا دكتور خالد القصة كلها زي ما احنا بتدينا في الأول بقولك إن الجرارات بيتكسر في المناطق ناية تمام عشان توصل لها بتبقى عملية صعبة الحاجة التانية مساحات كبيرة جدا لا إلا هيجمع الجرارات دي يا فاندي مش ممكن يجمعه ولا يبوزوا عبال ما وصل لنا لا التجميع دي مش يعني انت عاوز بقى مصنع تعلب والجهد وصدر الدول الشرق أسي تمام طيب بس الحتة دي فيها صعوبة يعني دي عاوزة بقى أو ستقطي تخليفتها ممكن ممكن آه انت دلوقتي تعمل مصنع للتعليب وبعد كده تلاقي ما فيش جرارات نتيجة للظروف ما فيش جرارات تمام يبقى المصنع ده حيقف يقف على ما يجي يشتغل تاني يكون الناس اللي تعلمت الشغلانة دي وبقت شطرة فيها ثابتها وراحت لحتة تاني فتبتدي تدور من أول وجديد فالأسف هي حتة إن هو جرارات بيجيلك كل فترة هي دي اللي بتعمل المشكلة الأبحاث بتاعت الفرمونات دي اتعملت قبل كده في التمانينات بس طبعا كان وقتها أجهزة الفصل الكيميائي والكرومتوغرافي ما كانتش متطورة تمام فهي فعلا كرومتوغرافي عشان تقدر تعرف ايه هي المادة اللي موجودة في الجو في الجو احنا يمكن في قسم بحوث الجرارات احنا ابتدينا يعني بقالنا دلوقتي حوالي ستة شهر بنحاول إن احنا نرجع تاني نعزل الفرمون اللي بيأثر في الجرارات في الجرارات الصحراوي والجرارات الافريقي المهاجر هما دول النوعين كانت الأبحاث القديمة بتقول إن المواد اللي بيفرزها الجرارات الصحراوي بيتأثر في الجرارات الافريقي تمام فاحنا بنحاول نعزلها تاني مع التعريف بتاع الأجهزة الحديثة دلوقتي ممكن نوصل لتعريف صح ونوصل للمادة نفسها صح ما مفيش معمال تربية دكتور للجرارات عند بيس في معمال تربية اه احنا عندنا في قسم بحوث الجرارات في معمال التربية مكفينا شغل الأبحاث بتاعتها يعني جميل ممكن نبصل ونعمل ونقرنه بالعينات ساعة بس انت عارف برضو الكلام ده كله محتاج تمويل اه طبع برض لانه تحليلات كيميائية تحليلات كيميائية كمان مكلفة جدا 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 انا عارف فدي بتبقى محتاجة تمويل فاحنا بنحاول ان احنا نحاول نعمل الكلام دوت بالامكانات المتاحة عندنا وخصاصا ان ما فيش كارثة عشان ناديك فاند تمام لما فيه حاجات تانية محتاجة يعني فيه كوارث قريدي موجودة من اوفرنا الفاند وساعة لما بتيجي كارثة الجرارات بيبقى المبيدات هي الحل نمرة واحد خلينا اقول لك كمان الابحاثة اللي اتعملت ونكحة قوي على الموضوع الفيرمونات ده الاناس لما بتيجي تحط البيت بتاعها بتجمع مع بعض وبتفرز هي كمان فيرمون يخليهم يتجمعوا مع بعض عشان يحطوا في نفس المنطقة عشان البيت يفقس مع بعض يا شكلهم حلو اه انا شفت فيلم مرة عن الجرارات وبحط البيت بتاعته مش عارف مادة جيلية ومادة مش عارف ديه بتحفر الاول في الطربة اه بالزبط وتمد بطنها لغاية حوالي 15 سنتي تدخلها وتحط البيت وتبتدي بيضهم بيضة بيضة بالزبط وبعد ما تخلص خالص بتفرز فوم اه عليهم عشان تحميهم والفوم ده تيعمل اه دخول للميا اللي حيخلي البيض ياندج لا ده جميل هتحميهم من الجو الصحراوي هنا ده ايدي حريات الدكتور دي صورة للحريات بعد ما فقست على طول الابيض اللي في بطنهم ده اللي هو لا القشرة البيضة قشرة البيضة اه هي جوة كانت جوة بيضة القشرة بتاعت البيضة هي دي بتتدي تزقها برجليها يعني الحفرة الواحدة بيطلع منها كل الجرد اه بيطلع ممكن يطلع منها 80 واحدة بس طبعا هي مش بتبقى الاناس عملت حفرة واحدة ده الاناس بتبقى عملت اكتر من الحفرة ان هم بيبيضوا جنب بعض بالزبط تمام بيتجمعوا مع بعض عشان يبيضوا اه فيه فرمون هنا بيفرزوا مع بعض عشان يخليهم يتجمعوا عشان يبيضوا لما جربوا الفرمون ده على الحريات لقيوا ان هو بيعمل لهم تشتت مش تجمع تمام تشتت بيشتت الحريات ما بيخلاش تجمع انت شفتهم هم مشين مع بعض كده اه لما بترشهم بالمادة دي هي اسمها فنايل اسيتو نايترل طب ما ده حلو ده دكتور اه ده نوع من الاناسيتو نايترل حلو جدا الفنايل اسيتو نايترل اه انا شفت في تجارب في السودان اه كان بيستخدموا مع المبيدات والمبيدات بيستخدمها بربع الجرعة وبيديك نسبة نوت عالية جدا يعني مش مش مية في المية من الجرعة الموصبية لا ده ربع الجرعة مع الفنايل اسيتو نايترل ده بيديك نسبة نوت عالية جدا 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 ده نططط دكتور ده نوع من انواع نططط ده شبه زجرات بالزبط ما هو شبه الجرات بس ده نطات اسمه ونطات البرسيم المتشابه النطات دوت بيحط الفرق ما بينه وما بين الجراد انهو ما بيعملش زي ما احنا شفنا كده مجموعات مع بعض يعني ده ما يعملش سرب ما يعملش اسراب ما يعملش اسراب بس بيحط طبعا كمية كبيرة من الفقس الفقس بتاعه ممكن يتغز على النباتات ويخلي العود بتاع النبات ما بقاش نافع يعني هو كده بيحرم النبات من المصنع الغزة بتاعه بيتغز على الاوراق لانه بيلتهم الاوراق بشدة تعرف انه تتغز على الاوراق زيها زي الجراد بس الجراد اكثر ناهم لا هي القصة في الوزن الجرادة بيبقى وزنها اكبر لان الحشرة بتاكل قد وزنها في اليوم فكل ما يكون وزنها كبير كل ما حتاكل كمية اكبر الجراد كمان زي ما قلت لحضرتك بيجمع مع بعضه وبيمشي مع بعضه يسيب المنطقة دي يروح منطقة تانية يتغز فيها النطاتات بتفضل موجودة في نفس المنطقة بتاعتها ما بتهجرش الحتة تانية يعني الهجرة بتاعتها بتبقى بسيطة من حقل الحقل انما الجراد الهجرة بتاعته من دولة لدولة من منطقة لمنطقة آلاف كيلومترات على ما توصل لمنطقة تكاثر جديدة تمام طب اي حكاية اللون الاخدر دي يا دكتور بيقولك بتيجي للزرعة اي لون اخدر في الزرعة تاكلها هل فعلا اللون هي هي هو بس الجراد زيه زي بقية الحشرات بينجزب الاول بالبصر بالنظر تمام فهو الجراد بينجزب للون الاخدر اول حاجة لان ده كده غزة اكيد تمام لما بتروح لغاية الغزة بتبتدي الجراداية تتخبط على ورقة النبات بيديها بالترسز بتاعتها لان فيها اعضاء حس بتقدر تعرف الورقة دي هتبقى مناسبة لها للاخل ولا لا المزاجة اه بتمسيها انت عارف هي بتبسك الورقة كده ما بين ايديها رجليها القدامانيين وتبتدي باجزاء الفم بتاعتها تقرضها فهي الاول بتخبط عليها بالترسز بتاعها وتشوف ايه ده نطات البرسيم العادي وده يعتبر اخطر انواع نطات الموجودة عندنا في مصر ده من اسمه بتواجد في البرسيم اه بعد كده يسيب البرسيم يروح بقى للنباتات اللي هتتزرع بعد كده بس هو في الاساس بيظهر في البرسيم اول حاجة لانه طبعا في الشتاء ما بيبقاش موجود والبرسيم مقدر اه والبرسيم اه ممكن يقضي عليه تماما اه ممكن فعلا يقضي على البرسيم اه لو حصل ما فيش اي مكافأة اه الحشرة بعد كده بعد ما بتدوق اول اطمة من الورقة بتاعت النبات بتقرر انا هكامل غزة ولا هستنى شوية ولا الاكل ده مش عجبني يعني هي بتدوق الاول وتستطعمه اه لو هي جعانة جدا جدا ممكن تاكل غصبا عنها لانها اه اللي ممكن تتغير من تركيبة الورقة وبكده عملنا مكافحة تماما انا كل ده بحلم يعني انا ما انا مش تماما يعني اه هل ده ما بيحصل او ممكن يحصل اه ممكن احنا في البحوث عندنا بنجرب اه جميع المركبات الجديدة عشان يبقى عندنا باك اوب لانهو المركب الوحيد لغاية الان اللي مسجل في مصر و ضد الجراد اللي هو الكلوربيرفوس والكلوربيرفوس يا مبيد فسفوري اه مبيد فسفوري وابتلع عليه ما حزيرك دلوقتي حتى لجنة مبيدات الافات الزراعية حصلت استخدام الكلوربيرفوس على الاطن والجراد فقط تمام ومتهالي على النمل كمان فما بقاش مستخدم على افات تانية زي ما كان بيحصل زمان في الطماطم ضدت وراء الاطن ده ورهت فضيعة كمان اه الكلوربيرفوس ده من السبعينات وهو بيستخدم ضد الحشرات فيه دلوقتي مركبات جديدة اه بقت احسن في السمية بتاعتها واقل وبتشتغل بطرق مختلفة عن المبيدات الفسفورية واقمن على الانسان والحيوان تمام فاحنا في قسم بحوث الجراد بنجرب المركبات دي اه فيه مركبات جهازية جايبة نتائج كويس على الجراد يعني فيه حاجات جهازية بتستخدم جهازية زي حاجات للزبابة البيضة مثلا كده جايبة نتائج ممكن اوه لو احنا زودنا الجرعة بتاعتها تشتغل احسن مع الجراد بس طبعا دي محتاجة بحوث عشان توصل للجرعة الصحة احنا جربناها بالجرعات الموصة بيها على الافات التانية الموصة بيها عليها جايبة نتائج كويسة على الجراد ومباشرة هو انا مش ممكن اجرب المبيدات دي تعالى النططات على السيناء موجودة طول السنة عندي تمام وبالتالي انا قربت المسافة على الجراد مش كده صح مزبوط لانه معروف ان المبيدات اللي بتجيب نتيجة على النططات بتجيب نتيجة كويسة جدا على الجراد تمام يعني بتبقى اختلافات بسيطة جدا بين الانواع وبعضها بس لا تذكر يعني او ما نقدرش نقول ان هي جوهرية فعشان كده حتى الفاو لما بيكون في مبيدات متجربة على النططات بتذكرها من ضمن الاقتراحات بتاعتها للدول المبيدات اللي تستخدمها ايه تمام ففعلا النططات شبه الجراد في استخدام المبيدات بتاعتها وفي طور المكافحة وفي دورة حياتها وفي كل حاجة طب هل الطيارات بتطلع امتى يعني انا شايف ان في مكافحة في الطيارات ومع ذلك قولك الطيارات طلعت رشت وعملت ومع ذلك الجراد غزى المدن تمام لدرجة انه اصبح قافة مش بتاكل زرع لا دي بتخش جول بيوت بتبقى تعمل المشكلة وممكن تشوك البن ادم وتعمله جروح في العربيات حاجات كده يعني تمام هو حتة الشوق بتاع الجراد لان الرجل بتاعته انت عارف الرجل الخلفية بتاعته معدل القفز فبتبقى العضلة بتاعتها قوية عشان تغبط بيها تزوء مسافة كبيرة فبيبقى فيها رجل بتاعته فيها اشواك لو انت خبطتك بالرجل بتاعته في الصحراء قوية جراد الشجر بيبقى اكبر منه واقوى فده بالنسبة لده للاشواك امتى طيرات بتطلع احنا عندنا في مصر ما فيش طيران زراعي الطيران الزراعي تلغى من التمانينات لانه كان بيستخدم في الاساس لمكافحة القط ولو حصل جراد بنستخدمه في مكافحة طيب احنا ناخد فاصل قصير ونتكلم بعد الفاصل عن الجراد الصحراوي وعن الطيران اللي تلغى ده نتشوف تلغى ليه فاصل قصير ونيجي نكمل موضوعنا عن الجراد الصحراوي السلام عليكم أعزائنا المشاهدين عدنا لكم من جديد وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الجراد الصحراوي والطيران الزراعي اللي تلغى انا معرفش اتلغى ليه ازاك دكتور يعني معلومة جديدة قوي ان الطيران الزراعي تلغى حتى في المكافحة الدولية اعتقد ان دي مكافحة دولية يعني ده امن قومي امن زراعي قومي تمام واخبار سعادتك فعايزين نكلم على الجراد الصحراوي والمشكلة الكبيرة قوي وليه تلغى وليه بدائل تمام اول حاجة للطيران ابتدى مع مكافحة الجراد يعني استخدام الطيران في المكافحة الافات ابتدى مع الجراد تمام لان الجراد عموما لما بنكافحه بنكافحه بنوع معين من مبيدات وبنستخدم تقنية خاصة بالجراد لوحده تقريبا يعني اللي هي الالترا لو فوليوم ان انت ترش مساحة كبيرة بشوية محلول رش صغيرين جدا ازاي يعني اوتومايزر زي مسلا اه في اوتومايزر معين ونان ومقبس بس بكتنينه مكنش اختراعوه مكنش اختراعوه صح اه انت بتعمل تجزئة للمبيد لدرجة ان القطيرات بتاعت المبيد بتبقى اقل من 100 مايكرون فوجر كده اه حاجة زي الفوج الفوج بس الفوج ببقى اه عشرة خمسة مايكرون انما في الجراد احنا بنوصل لاقل من 100 مايكرون لدرجة ان انت ممكن ترش الهكتار اللي هو عشر تلاف متر او اه عبارة عن اربعة فدان ترشهم بخمسة لتر مبيد خمسة لتر مبيد اه خمسة لتر بس هل ايه الفونن دي خاصة بالطيران بس على نفس ان فيه هوا وفيه تجزئة وحاجات كده تمام لان انت انت لما بتجزئ القطيرات الهوا بيشيلها وينشرها على مساحة كبيرة تمام هو ده الفكرة بتاعت الاستخدام الالترا لو فوليوم او الرش بالحجم المتناهي في الصغر متناهي في الصغر ان انا ارش الهكتار بخمسة لتر مبيد تمام بتجيب نتيجة كم في الماء هي النتيجة بتاعتها على حسب قوة المبيد نفسه يعني المبيد نفسه لو مبيد قوية هتديك نتيجة كويس وكنت بتقدر ترش بيها الجراد وهو طير في الجو وهو على الارض تمام ابتدنا نستخدمها في مصر لما تتورنا في في زراعة القطن والكلام ده كله وعندنا طيران زراعي ابتدنا نستخدمها في مكافحة قفات القطن تمام ففي الوقت اللي ما فيش جراد جراد كنا بنستخدم طيران زراعي في مكافحة قفات القطن وكانت العملية ماشية كويس جدا جدا لغاية لما وصلنا للتمنينات في التمنينات ابتدت مساحة القطن تقل عن قبل كده بكتير وبقت مساحات مجزئة هل ده ناتج لتفتط رقعة الزراعية اه ده واحد من الأسباب كمان ابتدت السياسات الزراعية نجد تدي حرية للفلاح ان هو يزرع براحته مش زي زمان اللي هو كنا بنسميه الجدول الزراعي الدورة الزراعية الدورة الزراعية تمام ابتدت الفلاح يزرع براحته ما بقاش بقى المساحات متجمعة مع بعض القطن مش متجمعة مع بعض فانت بترش عشرة فدان عشرة فدان فانت بتعمل تلوث من الرش ما ينفعش اكتر من المكافحة ما ينفعش تمام فوزارة فوزارة الزراعة لغت الطيران الزراعي وبتدت تعتمد على الألات الأرضية اللي هي مواطر الرش الزهرية والألات دي كلها لأن هي دي اللي كانت هتبقى مناسبة للحلل وفيه من الألات الزراعية حاجات بتدي خطرات لو فوليم يعني وبتدي الفجر وبالكهرباء وحاجات كده لا طبعا دي دلوقتي إنما في وقتها كان مطور الرش الزهري بيدي لك يا دوية لا مطور الرش الزهري اللي هو شغال بالمطور كان فيه المواطر دي مواطر الرش الزهرية دي بتدي لك يعني رش حلو جدا جدا ومناسبة لكل واحد على حدثة بالمساحة بتاعته فعشان كده تلغى الطيران الزراعي لما تلغى الطيران الزراعي لما تيجي هجمات الجراد بنكفحها برضو بقالات أرضية موجودة على عربيات ما بنكفحش بالطيرات إنما الطيرات موجودة في دول تاني موجودة في السودان مثلا السودان بتعمل مكفحة عندهم أراضي عالية عندهم أراضي كتير وعندهم الجراد بكميات كبيرة فهما بيستخدموا الطيران الحاجة التانية السودان مش بيستخدموا الطيران كدولة هي بتملك الطيران لا ده فيه منظمة اسمها منظمة غرب أفريقيا لمكافحة الجراد السودان مشتركة فيها وهي بتجيب الطيارات بالطيارين بتوحها تجيبهم على حسب ما تأجرهم يعني المنظمة هي اللي شارية الطيارات دي والسودان عشان عضوة فيها فبتستخدم حقها في الطيارات إنما إحنا مصر مش مشاركين في المنظمة دي الاشتراك فيها مش موجدي لأن إحنا ما بيجيناش برضو جراد بكلمات كبيرة والسيطرة عليه بالقلات الأرضية الحمد لله ناجح وفعال طب هيا فيه سؤال هنا دكتور يعني برضو ده برضو أرجع لليوم اللي أنا عدت وشفت الخرائط وكده وأنا انبسطت قتلي فيه تلفونات وفاكسات وحاجات كده طب ما ده كل يدينا فرصة للتنبؤ بقدوم كارسة ليه أن تزل لغاية لما الكارسة تحصل ولا فيه التنبؤات دي بتعايزها فان بس إيه الموضوع أما هي التنبؤات اللي بتجيلنا دي بتجمحها هيئة مكافحة الجراد في روما فيه لجنة في روما في منظمة الأغذية وزراعة في روما بتقول لنا إحنا فيه كذا 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 هيا بتجيب معلوماتها منين؟ بتجيب معلوماتها من الدول الأول يعني نفترض أنت في السودان وأنا في مصر أنت في السودان بتعمل بتعمل الاستكشافات بتاعتك والمسح البيئي بتاعك اللي أنت بتعمله دوليا لقيت فيه جراد فأنت بتبلغ بتبلغ الهيئة دي إن أنا عندي جراد بكميات قد كذا في مساحة كذا وعملت مكافحة أو لأ تمام؟ هي مصلحة الدولة دي أن تبلغ الهيئة في روما والهيئة في روما غير معنية وما بتعانيش من الجراد أن أ vezes أفترض سؤال لا الهيئة دي هيئة مكافحة الجراد هي في الأساس معنية بالجراد هي في الأساس معنية بالجراد والتنصيق ما بين الدول وبعضها أنا بأخذ المعلومات بتاعت السودان بأخذ معلومات مصر أسيوبيا أريتريا كل الدول المشتركة في الهيئة تمام وهي الكي بيرسون أو الكي أسيشن المنوط بيها تبلغ هم بيعملوا تحليلات تحليلات بتاعتهم والتنبؤ يقولك أن الحالة بتاعت الجرار دي في السودان هي خطر لازم ناخد بالنا ومحتمل أن يحصل أسراب والأسراب دي هتتجه لفين الفترة الجاية طب هل تحديد الكارثة أو مدى قوة الكارثة هل ما فيش مثلا استشعار بأمار صناعية صحب حاجات كده تمام مزبوط فيه فيه استخدام الأمار الصناعية بتدينا فكرة كويسة جدا 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 عن الأماكن اللي فيها رتوبة وفيها زرع ممكن الجرار دي بقى موجود فيها أو اتجاه الرياح الرياح ممكن يجي يروح مصر ويطلع لسوريا يطلع لكذا تمام بس هو اتجاه الرياح نتعرف ان هو بتغير يومي انما الرتوبة والغطاء النباتي دوت كل شهر مثلا ممكن يتغير لا انا بفترض يعني انا بفترض سؤال ممكن يسأله احد من السادة مشاهدين حتى لو يعني فرض انه فيه جهل او حاجة انما عشان ناخد المعلومة بحاجة يعني فيه امكانيات سواء رياح سواء رتوبة سواء ده تقولنا ان تحرقات اسراب الجرار من فيه اللي فيه تمام مزبوط بس القصة دي هتبقى حلوة امتى لو انت عرفت ان السرب اللي طلع من السودان ده ان هو طلع اريدي فيه سرب ابتلع ركب الهوى انه الرياح اللي خدها الروت بتاعه حيبقى ماشي ازاي حيعد علي في حدود مصر ما هو الهوى او الرياح دي بتبقى واخده مجال كبير جدا تمام فحيعد علي في مصر ولا حيروه على السعودية على طول من من السودان تمام اه اه دي كلها ما بتقدرش تعرفها في ساعته الا اذا كان فيه اقمار صناعية تقولك تبقى شايفة السرب وهو بتحرك وقتها ودي لو موجودة ما فيش دولة حتقولك الاصرار بتاعتها لان دي تعتبر يعني ايه تقنية عالية جدا 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 تمام يعني حتى في ايطاليا دي عندها تقنيات بس ما بتدخش التكنولوجيا دي لا مهم ما عندهمش اصلا التكنولوجيا التكنولوجيا دي حتلاقيها عند الدول متقدمة امريكا مثلا امريكا لو هي تقدر ترصد سرب الجردوة بتحرك هتقدر ترصد تعرف انت هتعرف امكانيات تانية ترصد حاجات كتيرا جدا وده موجودة دكتور في امريكا؟ ممكن بس ما فيش تعاون بيننا ايه والامار صنعية العسكرية الامريكية اللي بتستخدم الاغراض العسكرية هو مش هيديك الاصرار بتاعته بالساك اه لانها بتخش في اصرار العسكرية تانية تمام مش كده يعني هو لما عرفك ان هو قادر يشوف كل ربع متر في ارضك هيقدر يشوفه ويشوفه كل خمس زقايق اه يبقى هو كده ملوش افضلية عندك انت خلاص بقيتعرف الفكرة دي طب سؤال يا دكتور سعب اللي ممشيين بالعربية كده للاقي اصراب الجراد وللاقي واحدة ولا اتنين وكده وبعدين ما بتعملش مشكلة هل ممكن اصراب الجراد تعدي من دولة لدولة ومتقم غير ما تعمل مشكلة؟ ممكن ممكن بس هيقصة كلها ايه السرب دوت على بيبتدي ازاي الصبح اول ما شمس تطلع بيبتدي الجراد هو بيبقى عمل سكون على الاشجار منتظر على الاشجار وطول الليل لما النور يطلع يبتدي ينزل يدور على الاكل وياكل وهكذا الجو يسخن وطبقات الارض تبقى سخنة فاتبصت لقي فيه رياح حملة او طبقاتها او هوا سخن بيشيل الجراد من الارض لفوق يعني هو لو رفرف باجنحته بس هيبتدي الهوا السخن ده يشيله زي ما بيحصل في حالة المنطاط تمام؟ فالهوا السخن ده هيشيل الجراد الجراد نفسه هي على الساعة تسعة الصبح كده يكون الارض سخنت يبتدي رفرف بالاجنحة بتاعته الهوا يشيله والهوا السايد بقى في طبقات الجو العالية يشيله من المنطقة دي لمنطقة تانية اوه ما بتبتدي الدنيا تليل الجراد بيبتدي ينزل يدور له على مكان يباد فيه يفضل انه يكون فيه اشجار فهي على حسب يعني طول ما فيه شمس او فيه نور الجراد مش هينزل تماما حلو اوه طول ما فيه شمس او فيه نور يعني انا ممكن لو انا عارف السر بجايلي بسها من المنوفية راية على القاهرة تماما هل ممكن اعمل كسافات نور تشتتلي الجراد ده؟ لا دي صعبة لان هو الشمس ضبابية حاجة تانية والحاجة تانية انا مش عايز اشتت الجراد انا عايز الجراد متجمع مع بعضه تمام عشان اكافه يعني انا دلوقتي لو جاي اه لو شتتت بدأ انا باعمل عمل انا بدأ لما كافه في التربيزة دي غير لما كافه في مساحة الستوديو انا عايز اجمعه ايوه انا عشان كده دايما احنا بنقول للمزارعين لما يكون عنده الجراد ما تولحش كويتش ما تولحش يتخبط احياء عشان تترده واه دا اللي بيحصل في بعض الناس لما حصل في بعض الجراد ايوه يعني حركة قلتلي بار والمعلومات دي حركة التهالية تمام في ناس ولعوا فعلا كويتش وبتاع عشان ايه شتتوا الجراد تمام هما كده بيدروا المكرح ايوه هو بيبعد عن ارضه بس هو حيفضل موجود في اراضي تانية وحيتعبنا احنا وهيتجمع اه تمام فانت في الحالة دي بتكفحه وهو متجمع احسن ما تكفحه وهو متشتت احنا في المكافحة عندنا هنا في مصر بنتابع الاصراب وهي جاية لو رسدناها وابنتابع لغاية لما ينزل في مكان طول الليل بتستمر عمليات المكافحة على الجراد على كشفات العربيات بيكفحوا الجراد لغاية الصبح لو تبقى كميات كبيرة بتبتدي تطير تاني وهم يتابعوها برضو لغاية لما تنزل في حتة تانية لو نزلت عندنا في مصر برضو او ما عدتش البحل احمر لناحية تانية او ما بعدتش عننا طالما في ايدينا بنكفحها برضو لغاية لما نعمل عمليات المكافحة تمام دي كارسة ما هي كارسة نرجع تاني بقى لموضوع التعاون الدولي زي ما قلت لحدتك كده اللجنة اللي موجودة في منظمة الاغذية والزرعة بتجمع المعلومات من الدول وتبتدي تدي التوقعات بتاعتها فاحنا بناءا عليه بنبتدي نجهز نفسنا لو انا عارف ان السودان فيها عمليات مكافحة وعندهم اسراب او الدنيا بتدي تجفة عندهم ببتدي توقع ان حيجيلي من السودان اسراب وبنستعدل فبننشر اللجنة بتاعتنا ابتداء من اكتوبر بتبقى موجودة في القواعد بتاعت الجراد في حلايب وفي شلاتين وفي براماض وفي جبال علبة تمام وبيفضلوا مستعدين طب يعني الوزارة دكتور عندها فرع في كل الحتة دي خاصين بالجراد بس اه كل حتة في مصر فيه ادارة عامة لمكافحة الجراد اسمها الادارة العامة للجراد والتيران اللي تشؤون الجراد والتيراني زراعي انا بنعرف حتى كنت ماسك الادارة مركزية فيها انا كنت ماسك الادارة دي الاول وبعد الادارة مركزية مكافحة فالادارة دي لها حوالي 55 قاعدة رئيسية وفرعية تمام القواعد دي بيقعد فيها الناس وبيفحصوا المناطق اللي محتملة اللي بقى فيها تكسر للجراد عندنا في مصر تمام وبيستنوا لو فيه اصراب جراد جت لان انت طوعا مش عارف لو حصل فيه اصراب ممكن تعد علينا وممكن على طول تطلع برا على دولة تانية ما تجيش علينا فده بتبقى عملية قدر ان انت تستاقل تشوف لو حصل فيه اصراب دخلت وماخدناش بالنا منها ممكن تحط بيض ولما تحط بيض حتتكسر عندي ودي ممكن تعمل مشكلة بيبقى فيه اصراب جايلك من برا وفيه جراد عندك اصلا بيتكسر عندك فدي بتزود الياب عليك الحمد لله عندنا في مصر المبيدات بتبقى متوفرة دايما وفيه الامكانيات والعربيات والناس المدربة وكل حاجة دول تانية بقى زي ريتريا أسيوبيا السودان امكانياتهم ضعيفة فلو انت مكنتش الفاو تلحقهم بالمبيدات تمام هيحصل عندهم كارثة والجراد يبقى عندهم يعني عندهم مشكلة مبيدات ممكن ممكن ما عنده عشان يجيب مبيدات هيشتري هو ما عندهش فلوس أصلا من الكلام ده طيب ليه ما يحصلش تبادل أو يمكن يكون ده بيحصل بس بفترن ان فيه تبادل لا فريق من بتوع الجراد يمشوا من مصر يروح للسودان او الدول دي لان احنا كده بنكافح عندنا فده اللي نكافح عرضنا نروح نكافح فتا تاني ده بيحصل يا دكتور اللي بيحصل تعاون فني اكتر من تعاون في المكافحة لان السودان عندها فرق مدربة وكويسة وعندها امكانيات برضو كويسة مش وحشة ممكن الوضع يخرج عندهم عن السيطرة في وقت من الاوقات نتيجة تأخر المبيدات تأخر الاستجابة حاجات زي كده في حيطة تانية مثلا زي اليمن كانت الفترة اللي فاتت دي من حوالي ثلاث سنين كتقوم بلا موقوط فيه تكاثر للجراد فيها ومحدش عارف يعمل حاجة فرق اليمن نفسها المجهزة عربياتهم ضاعت وتسرقت في الاحداث اللي كتحصلت في اليمن فالفاو بتاريت تساعدهم تاني السعودية بصراحة بتقدم مساعدات كبيرة جدا جدا لكل الدول في المنطقة بتبعت مبيدات للسودان وإريتريا وأسيوبيا احنا في مصر في 2013 الدونة 13 عربية دفع رباعي تيوتا هايلوكس دفع رباعي نفعتنا في الاستردامات بعد كده ففيه تعاون منظمة الأخذية وزراعة بتاخد من كل دولة اشتراك سنوي على حسب قوة الدولة وبتستخدمه في أن هي تدي دعم للدول المتضررة من الجراد بس لما تكون متضررة تمام؟ يعني ما عنداش جراد مش هتديله دعم للأسف دي بتبقى روتين وركة عندهم أن أنت لما تتضرر من الجراد أبتدي أدي لك دعم عشان تقف على رجلك وتقدر تستمر في المكافحة ما فيش جراد يعني بستنى لغاية لما نشوف الدنيا هتبقى عاملة إيه وهل الفحص في كل الدول بما فيه من مصر بفحص دوري أنا ماشي كده في جرادة ببلغ دكتور جمال في الإقضاءة المركزية أو في إقضاءة الجراد إن أنا لقيت مثلا 3-4 جرادات أو جراد ماشي أو جراد أخضر أو كده وأنا بيحصل هنا أنتسيبيشن إن أنا بتنبأ إنه ممكن بعد شهر 2 يحصل إيه؟ ولا بستنى لغاية لما السر بيتكون وبعد كده يبتدى ببلغ الكلام ده كان ممكن زمان أن أنت إيه تشك في أن الناس دي بتعمل شغل بتاعها صح تمام يعني بنحقك أن أنت يوم الشك بس ده شغل أنا بيشتغلش حاجة غير الجراد واحد بيقولك إنه مفيش عندي جراد تمام وتعرف من إيه إنه هو عنده جراد أو لأ دلوقتي بقى فيه أجهزة بيستخدموها في أثناء المسح البيئي بتاعهم المهندس بيبقى طالع ده موجودة في كل الدول مع تابلت حاجة زي تابلت آآ إحنا نسمينه آآ إي لوكاست سري تمام إي لوكاست إي لوكاست إي لوكاست سري آآ إي جراد سري لا، إي إي حرف إ آآ إلكترونيك لوكاست سري أه آآ تمام ده تابلت آآ بيرصد المكان بتاعك آآ أنت بتملة فيه البيانات هو فيه إيه إستمرارات زي إستمرارات آآ آآ يعني زي GBS أنا بعرف مكانك فين ايوة هو في جي بي اس وممكن يصور فيديو فاعرف الدنيا مشه ازاي واذا عمل مكافحة بيذكرها كل المعلومات بتاعت الفحص بيسجلها عليه ويدوس على الزرار بالأمر الصناعي بتتنقل لروما هناك بيجمع بتاع كل الدول كلها فما ينفحش أسيوبيا مثلا يقوله ده أنا عملت فحص وملقيتش جراد وما فيش أي خطوط سير بين على الإيلوكاست يعني هي كدولة لأنا هكون أمين في نقل المعلومات إنما كأفراد بتساعد الدولة دلوقتي ما فيش حتة حكاة أن فرد ينقلني بيان غلط لأنه بنقلهالي بالصورة بالتوقيت بالفيديو تمام انت هنا في مصر مدير عامل الإدارة العامل لشؤون الجراد والتراني الزراعي بيبقى عارف الفرق بتاعته اللي نزلت فحصت فين النقط اللي وقفت فيها فين ودي بصفة دورية دكتور دي بصفة دورية بس إمتى في الشهور اللي فيها أمطار في الجنوب اللي هو من أول أكتوبر لغاية مارس وإبريل تمام فبيبقوا موجودين بيعملوا الفحص بتاعهم وعلى حسب كمان زي ما اتفقنا أن فيها أمار صناعية بتقول لي أن الأماكن اللي فيها نباتات فين الأماكن اللي فيها رطوبة فين ممكن الجراد يحط فيها البيض بتاعه تمام فبيروحوا على الأماكن دي ويفحصوها بدل ما يقعد اللي في الصحة رفحتت ما فيهاش حاجة بيروح على الأماكن اللي محتمل يبقى فيها جراد ويفحصها تمام إنها لو حصلت الكارسة من هنا وهنا دي حاجة طبيعية وردة يعني تمام إحنا طبعا بلقول يا جماعة لو أي حد ليه أي سؤال في أي حاجة صفحتنا على البرنامج العادة نباتية لينا صفحتين عادة نباتية وزي بوتونيكالكلينك دي برضو بصفحة بالانجليزي استفساركوا أنا آسف بعتذر جدا لأن أنا كان فيه أسئلة كتير جدا جدا وإحنا جاوبنا عليها بس أنا ما قدرتش نجيبها ونتواصل إن شاء الله هتلاقوا على الصفحة وبإذن الله في الحلقات الجاية هنبتدي نقولها لحضراتكم واستقبال أسئلكو على مدى الـ 24 ساعة على الصفحة بنذكر حضرتك الأستاذ دكتور جمال البطيف أستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات قسم الجراد مزبوط ونشوف حضراتكم بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات العيادة نباتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة